اهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في صدق اقلام جديد حيث ونرصد فيه ابرز ما كتبتها الصحف العراقية والعربية والدولية ونبدأ من اهم العنوي في الهيئانية حقوق الانسان في الموصل منتهكة واجراءات منح التعويضات تعسفية في المدى صراعات سياسية تهدد بشطر الانبار الى محافظتين في الزمان انتظار اهل المفقودين في العراق طويل جدا وصور الاحبة تأبى المغادرة في كتابات شكوى العراق الى مجلس الانبد الكويت لن تعيد له حقوقه في القدس العربي شهدان برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي شرقية قطاع غزة في عربي 21 غارات اسرائيلية على مواقع المقاومة في قطاع غزة وفي العرب اللندنية الجزائريون يطالبون بتنحي قائد صالح كانت هذه عنوين منتقى من عدة صحف الالكترونية ومنها ننتقل الى منتقين لكم من مقالات والبداية من مقال او بمقال منشور في كتابات وفي مستهله على جغرافية الوجع العراقي ومنذ 16 عاما يؤبن العراقيون موتهم في مجزرة يستورثها جلاد من اخر الوطن كان الجريح والجريمة ترتكب باسم الدين سقطت الاقنعة عن مقدس الفساد تقرير فضائية الحرة كان صريحا مفصلا رصينا مهنيا لا يقبل الشك وعلى مراجع الشيطنة ان تثبت عكسه مقال للكاتب حسن حاتم منشور في موقع كتابات اقانيم الفساد المقدس في العراق مؤسسات لا يجرؤ على مراقبتها احد تتحصن خلف عقائد الناس وتتسلح بالقباب والعمائم كذبت المراجع واحزابها عبر تاريخها صدقت نفسها ووظفت شيطانية خبراتها في تسفيه عقل العراقيين وتزيف وعيهم عوقت مخيلاتهم بالمظاهر والالقاب جعلتهم يرون الدجالين اكثر علوا من الله والميليشيات الارهابية طيور ابابيل وتمدد المقدس ليفترس القيم الانسانية والوطنية اللحة والاحجار الثمينة في خواتم السماحات مقدسة اطارات الدفع الرباعي والطائرات الخاصة ومستوطنات الفرهد وحوانيت المتعة مقدسة سرقة الثروات الوطنية وتهريب التاريخ العراقي مقدس يختلسون المال العام ويتشاطرون في طرق الفساد من داخلي وباسم الاضرحة المقدسة يوصون فقراء الامة بالقناعة واسرقون رغيف خفزهم لا يهمهم ان تكون ضحايا العوز ارمنة متسولة حافية او تبحث عن قوتها في مزابل الميسورين او اماكن لا تليق بسمعة العراقيات عليها فقط ان لا تنسي الحجاب يدعون الفضيلة والمعروف والدين والمذاهب والعشائر ويعملون من الوقفين الشيعي والسني وكذلك العتفتين الحسينية والعباسية مؤسسات تجارية نفعية محشوة بفضائح الفساد المقدس لكل مرجع او حزب اسلامي ميليشيات دموية تؤدب المواطنة اذا ما اخرجه العوز والاذلال عن طوره ويضيف الكاتب الاحزاب الاسلامية الفسدة الان في العراق خرجت من ضلع المراجع الدينية شيعية كانت او سنية يمذهبون الجهلاء والمغفلين بلا حياء وينافقون على اسم الله طفيليون يفترسون عافية المجتمع ويشربون دماء الضحايا الى العربي الجديد هذه المرة عن اهمية حرية الصحة فكتب رافد جبوري في صحيفة العربي الجديد نتابع جزءا مما كتب في العراق كان الاشتباك منذ البداية بين القيم الغربية ومنها الايمان بحرية الصحافة والفكر الديني وهذا في العراق منقسم طائفيا بشدة وحدة لكنه يتحد غالبا في مواجهة قضايا الحريات اذا هددت مصالحه لم تمثل الادارة الامريكية المتعاقبة بالضرورة سند المدافعا عن الحرية الصحافة في العراق فقد افتضح مشروع ادارة بوش الاول في تأسيس اعلام دعائي يخاطب العراقيين على اساس كونهم طوائف منفصلة في الاسابيع الاولى للغزو العسكري وما تلاه اما مشروع بناء مؤسسة اعلامية تملكها الدولة لا الحكومة على غرار بي بي سي فلم يتحقق اسست امريكا ايضا قناة الحرة بعد ان راعها تأثير وسائل الاعلام العربية على الرأي العام العراقي والعربي لكن القناة فشلت في احداث التأثير المرتجى امريكيا مثل ان الديمقراطية لا تستورد بل تبنيها الشعوب وقادتها خيارا مصيريا فان حرية الصحافة لا بد ان تنبع من الشعب وان يتبنها خيارا حقيقيا وعلى الرغم من الذباب الالكتروني والجيوش الالكترونية والتنمر باتت الشعوب العربية تتمتع بحريات تعبير اكبر بكثير من الماضي وباتت وسائل التواصل الاجتماعي ساحة اساسية لممارسة تلك الحريات لكن الصحافة ما زالت تحتل اهمية كبيرة حتى على وسائل التواصل اذ انها تملك التاريخ والمعرفة والمهنية والامكانيات وتستطيع تأثير بصورة كبيرة ستخظى الصحافة بدعم شعبي وحرية اكبر كلما اقتربت من الناس وقدمت خدمة مهنية لهم في كشف الحقائق وسيلتف خولها المجتمع كلما تقدمت على ذلك الطريق نضيف رابط راف الدجبوري في مقاله المنشور على العربي الجديد نعيش اليوم عصرا جديدا دخلت فيه متغيرات جديدة أهمها الانترنت ومنه وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي أو الإعلام الجديد من العربي الجديد ننتقل وإياكم إلى العربة اللندنية وفي مقال منشور فيها بمستهله الصحفيون العراقيون مدعوون برمتهم إلى حماية فريق قناة الحرة الشجاع والاحتفاء به بوصفه مثالا متميزا في زمن أو في زمن إعلامي من يعيش الوهن والارتخاء حيال واقع سياسي وديني آسن ومترحل مقال للكاتب كرم نعمة حول الصحافة في العراق نشرته صحيفة العرب اللندنية الصحفيون العراقيون جزء من واقع المرير هذا أمر صحيح لكن لا يقبل منهم أن يصابوا بالعجز عن ربط المجتمع بديمقراطية حرة من الأفكار والمعلومات وليس كما يحدث اليوم بقبولهم دور الهامش للطبقة السياسية المريضة لقد أصيب الإعلام العراقي بالوهن والارتخاء في لجة دورة القتل والترهيب المتواصلة وكان من الصعوبة أن يجازف أي صحفي بحياته من أجل الحقيقة ذلك ما مر به الصحفيون العراقيون أسوة ببقية العراقيين أثناء السنوات القتل على الهوية وسطوة الميليشيات الطائفية وهم في ذلك لا يستحقون التوبيخ أو التجريح أو الملامة بقسوة إنهم يستحقون وفق التقويم المفرط في التفاؤل التعاطف لأنهم يعبرون عن عجزهم أسوة بطبقات فقيرة ومحرومة ومهمشة سائرة في طريق الخرافة في المجتمع العراقي أليس الصحفيون جزءا من هذا المجتمع؟ هذا يفسر لنا لماذا تستمر عمليات إهانة جوهر الصحافة في العراق بجعلها مجرد صدى للميكروفونات الصارخة في المساجد والعتبات والمناسبات الدينية وهذا يفسر لنا أيضا ماذا يعني أن يصنع فريق إعلامي عراقي برنامجا بمستوى ما عرضته قناة الحرة عن أقانيم الفساد المقدس في العراق لمجرد أنه مارس دورا مناطا به رافضا إدارة ظهره للمجتمع عندما كشف للرأي العام مؤسسات دينية لا يجرؤ على مراقبتها أحد تتحصن خلف عقائد الناس وتتسلح بالقباب والعمائم يضيف كرم نعمة ثمت كذبة كبيرة بهيئة مزحة اسمها حرية الإعلام بصفتها بندا مضمونا في تقاليد الدولة وجزءا من ديمقراطيتها فإذا كانت الصحافة بالعالم تعيش زمنا ليس عادلا بحقها فإنها في العراق تتحول إلى مجرد اسم هش المضمون نذهب إياكم الآن إلى مقال منشور في صحيفة المدى وفي مستهله شعار الديمقراطية تموت أو شعارات الديمقراطية تموت في الظلام تبنته جريدة الواشنطن بوست وأجده مناسبا لتحليل الأمريكي الصورة الأمريكية الراهنة لأزمات العراق يقول الكاتب واصف هذه الصورة إنها تعاظمت وكثرت فيها السلبيات مع الحذار واضح في منسوب الإيجابيات التي كان من المفترض أن تتصاعد لدرجات عليا تنقل العراق من عملية سياسية سيئة إلى محترمة عن الأوضاع السياسية في العراق كاتب أحمد عبد الرزاق شكارة في صحيفة المدى يعيش العراق ليس ظلمة افتقاد الكهرباء فقط بل عتمة وعدم وضوح مآلات العملية السياسية الرهنة التي وصلت إلى درجة كبيرة من الضعف البنيوي والعملياتي من هنا حتمية أن يتحمل العراقيون جميعا عبء مسؤولية تغيير واقع المترد والانتقال إلى حالة الضياء والنور هي ما تمثل حقا مسؤولية التغيير الإيجابي حيث أن لكل من محيطه وفضاؤه المشبع بالأمال العريضة التي ينتظر إنجازها بفروق الصبر من احترام للحريات الديمقراطية إلى حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية إلى تمتع العراق باستقرار وأمن واسع ومعمق في ظل سيادة وطنية خالصة يفترض أن يحرص النظام السياسي العراقي علنا وجهارا على الالتزام المستمر بها تمتينا لكيانه ولدحمته المجتمعية والسلام الاجتماعي صحيح أن انتخابات أيار 2018 برغم عدم مصداقية نتائجها أفرزت لنا واقعا جديدا أضعف نسبيا من قوة التكتلات إلا كتلتين رئيسيتين سائرون والفتح استوعبتا بعضا من جهات سياسية أو طائفية وعرقية أخرى إلى أنها عملية ما زالت تتحكم في مسارها أسس لم تنهي كليا المخصصة ما يضعف كثيرا الدولة العراقية بكافة مؤسساتها بصورة تسمح بإعطاء انطباع أو تصور أن العراق فاقد لسمات الدولة المعترف بها والتي على رأسها إحكام السيادة الوطنية من جهة وتطبيق حكم القانون والقضاء العادل من جهة أخرى ويضيف شكارة أن استمرار النزاعات العشائرية دون ضوابط حكومية صارمة ومن نماذجها تلك التي تتكرر في محافظة البصرة وغيرها من محافظات ضمن آجال زمنية قصيرة ما هو إلا جانب من حالة الوهن السياسي المتنامي في مؤسسات الدولة إلى عربي 21 واخترنا لكم مقالا جاء في مستهله عن أبعاد مشكلة كشمير ومستقبلها في ضوء الصراع الهندي الباكستاني كتب عبدالله الأشعل مقالا في عربي 21 نستمع إلى جزء مما جاء في هذا المقال والملاحظ أن تركيا وحدها هي التي احتجت على إلغاء الهند لنص الدستور الهندي على الحكم الذاتي في كشمير وعادة الهند تعتبر الجزء الهندية من كشمير جزءا من الإقليم الهندي متحدية باكستان ومستخدمة القوة في قمع أهل كشمير علنا الملاحظ أن موسكو والاتحاد الأوروبي تعتبران مشكلة كشمير مسألة ثنائية ولا دخل للأمم المتحدة فيها وتعيق موسكو جهود الصين لمناقشة المشكلة في مجلس الأمن أو تدويل القضية والملاحظ أن موسكو والاتحاد الأوروبي تعتبران مشكلة كشمير مسألة ثنائية ولا دخل للأمم المتحدة فيها وتعيق موسكو جهود الصين لمناقشة المشكلة في مجلس الأمن أو تدويل القضية وهذا الموقف الروسي هو استمرار لموقف الاتحاد السوفيتي الحليف للهند ضد باكستان عضو حلف الناتو مع واشنطن إبان الحرب الباردة والخلاصة يستحيل قيام الحرب بين الهند وباكستان لاعتبارات نووية كما يستحيل أن تتجاوب الهند مع جهود التسوية السياسية كما أن الوضع في الإقليم سيظل لهذه الأسباب مشتعلا مما يغذي التوتر بين الهند وباكستان ما دام الاشتعال مستمرا في كشمير في العالم الإسلامي يتابع عبدالله الأشعل وهو كاتب صحفي مصري قائلا رغم أن دولة انقسمت في الماضي أو دول العالم الإسلامي انقسمت في الماضي حول محور الهند وباكستان إلا أن قضية كشمير سجلت أو سجلت على أجندات منظمة المؤتمر الإسلامي وبدعم سعودي على أنها قضية إسلامية تستحق دعم العالم الإسلامي لها وقد تغير الموقف الآن فقد لوحظ أن باكستان لا تنوي التصعيد العسكري أو الدبلوماسي في جميع الأطر كما أن القضية لم تظهر حديثا على أجندات المؤتمر الإسلامي وكأن كل القضايا الإسلامية قد تم التراجع عن تحديدها بسبب تغير الظروف وصلنا الآن إلى المقالة الأخير وهو بامقول أو مأخوذ من صحيفة الحياة وفي مطلعه يقول الكاتب ليس كبيرا الاختلاف في اللغة بين المبعوثين الأمميين الحالي والسابق إلى سوريا فكلاهما ملزم بحكم ما يمثل اتبار الحكومة السورية أي النظام بالمصطلح الأدق والأكثر واقعية ركيزة المهم التي تدب لها والعملية السياسية الجادة التي يفترض أن تؤكد جدوى الأمم المتحدة ونجاحها في وظيفتها الدولية عن دور الأمم المتحدة في سوريا كتب عبدالوهاب درخان في صحيفة الحياة في قراءة للإحاطة الأخيرة للمبعوث جير بيدرسون وهو يقارب إنهاء عام على توليه مهمته كان واضحا أن هناك إصرارا وتوسعا في التجهيل وإغراقا للمعلومات في العموميات حتى أنه يكاد يبدو محتقرا ذكاء من يزغي إليه ولسيما السوريين مع أن الرجل مشهود له بالحصافة والرزانة أكثر من سلفه فعلى سبيل المثال استهل تقريره بعرض سريع ومقتضب للوضع في شمال الغربي سوريا والحملة العسكرية التي تشنها القوات الموالية للحكومة في إدلب وحين يشير إلى استهداف المدنيين والمنشآت الطبية والبنى التحتية كالأسواق والمدارس ومخيمات النازحين ومحطات المياه كذلك إفراغ الشبه الكامل للقرى وفرار سكانها العراء من دون مأوى أو غذاء أو ماء فإنه لا يثير المسؤوليات بوضوح فلا وجود ولا دور للروسيا إلا عندما يقفز فورا إلى اجتماع الرئيسين الروسي والتركي وتفاهمهما على كيفية تثبيت الوضع في إدلب ثم يحيي هذه الدبلوماسية رفيعة المستوى لا شيء عن العنف الأقصى للقصف الروسي وسياسة الأرض المحروقة التي تحبذها موسكو لا شيء عن مشاركة قوات روسية أخرى لحزب الله وميليشية إيرانية في نهاية يعترف المبعوث الأممي بأنه لا يستطيع شيئا إذا لم تتحمل الأطراف الدولية مسؤوليتها لكن عن أي مسؤولية نتحدث ويمكن توقعها فيما يتنافس اللاعبون على الخريطة السورية كان هذا هو المقالة الأخير معنا والآن ننتقل وإياكم إلى زاوية الأخبار المتنوعة والبداية بهذا الخبر وفيه أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية العملاقة أن هاتفها الذكية الجديد القابلة للطيء سيكون متوفراً اعتباراً من الجمعة في كوريا الجنوبية بعد أربعة أشهر على إرجاء طرحه في السوق بسبب مشاكل تتعلق بالشاشة واحتاجت الشركة الأولى عالمياً في مبيعات الهواتف الذكية احتاجت إلى ثماني سنوات لتطوير غالكسي فولد إلا أنها اضطرت في نهاية نيسان أبريل إلى إرجاء طرحه في السوق بعدما أبلغت مجموعة أولى من مجربيه بتشققات في الشاشة القابلة للطيء بعد أيام قليلة على بدء استخدامه وكانت الشركة تعول كثيراً على إطلاق هذا الجهاز البالغ سعره ألفين دولار لأن عاش الطلب بعد تراجع في أرباحها بسبب تباطئ السوق ومنافسة متزايدة من شركة صينية وشكل تأجيل طرح الجهاز ضربة قوية للشركة التي جعلت من التميز والابتكار التكنولوجي على متها الخاصة خصوصاً أنه أتى بعد ثلاث سنوات على سحب جهاز غالكسي نوت 7 من الأسواق بسبب مشكلة اشتعال البطاريات إلى خبر آخر يشارك علماء من وكالتي الفضاء الأمريكية ناسا والأوروبية إيصاف اجتماع يُعقد في روما الأسبوع المقبل لمناقشة التطور بالمهمة الرامية لحرف كويكب عن مساره في الفضاء وتهدف المهمة المشتركة بين الوكالتين إلى تقييم مدى فعالية آلية تقييم حراف الكويكب عن مساره إذا ما تطلب الأمر حماية كوكب الأرض من ارتطام جسم فضائي كبير فيها وتستهدف المهمة المشتركة كويكباً مزدوجاً يدعى ديديموس ويدور الكويكب المزدوج حول الشمس في مسارين بين الأرض والمريخ ويصنف كويكباً ديديموس الثنائي على أنه جسم فضائي قريب من الأرض وربما يشكل خطورة الآن نشاهدوا إياكم الكاريكاتير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة